بدأت الاثنين بالعاصمة عدن دورتان تدريبيتان بمجال التجارب البشر ومصائد الأسماك غير القانونية ضمن مشروع تأمين البحر الأحمر التابع للإنتربول والذي يستهدف ستة دول مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وتستمر الدورتين على مدى أربعة أيام بمشاركة أكثر من ستة وأربعين متدربا من مختلف الوحدات العاملة بمجال الضبط ومكافعة التهريب والاتجارب البشر ومصلحة خبر السواحل وعدد من الجهات ذات الصلة وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين بمعلومات ومعارفة حول الاتجارب البشر والاستياد غير القانوني للأسماك والأحياء البحرية وسبل الضبط الجريمة في البحر والسواحل والموانئ وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات على مستويين الوطني والإقليمي اشتركوا في القناة